إذن نحن كمسلمين مطالبون أن نتدبر ونتأمل في هذه الآيات في هذه الأدلة حتى تنشرح صدورنا يعني يزداد إيماننا كما قلنا إن الإيمان يزيد وينقص وينقص الإيمان بالمعاصي كلما عصيت الله عز وجل نقص إيمانك فالإيمان ليس كتلة ثابتة غير قابلة للزيادة والنقصان أبدا الإيمان نفسه يزيد وينقص وبالتالي ليس هناك معصية أغضب لله عز وجل من أن تعطي ظهرك للتفكر في آياته حتى تصل إلى اليقين الذي فرضه الله عز وجل علينا في مسائل الدين نحن لا يقبل الله عز وجل منا الإيمان نص نص أبدا أو الإيمان الناقص أبدا إنما الذي فرضه الله عز وجل علينا ويقبله منا هو الإيمان الكامل الإيمان المطلق اليقين الذي لا يزعزعه شك ولا يداخله ريب فأرجو أيها الإخوة أن ننتبه إلى فرضية هذا الأمر وهناك يعني كتاب للعقاد مثلا عنوانه التفكير فريضة إسلامية التفكير فريضة إسلامية وليس مجرد طرفا مجرد طرف عقلي أو يعني تسلية نما التفكر في آيات الله وفي البرهين الدل على صحة ديننا هي فريضة لا شك في ذلك نحن عندما نتكلم عن الدليل الأول وهو دليل الخلق على وجود الله عز وجل نقول إن هناك قانونا فطريا سهلا يقول إن هناك أشياء تدل على أنها سبقت بأشياء والعلماء يقولون إن وجود الإنسان برئتي يدل على أن خلق الإنسان قد سبقه خلق الهواء واضحة خلق الإنسان سبق بخلق الهواء الله سبحانه وتعالى نحن بنقول سبق وخلق لأننا نبني الأفعال للمجهول في مواجهة الملحد حتى نأخذ بيده إلى القول في النهاية أن الفاعل هو الله فنقول سبق خلق الإنسان خلق الهواء وأنا بقى كمسلم أقول إن الله عز وجل قد هيأ البيئة بيئة الأرض الصالحة لأن يعيش فيها الإنسان قبل أن ينزله فيها وبالتالي هذا هو ما نصب أن يصل إليه الجميع أن ينسبوا أن ينسبوا هذه الأفعال كلها لله رب العالمين الذي خلق وبرأ وصور فنقول إن العلم أكد هذه الحقيقة وسأنتقل بك نقلة بسيطة من هذه الأمثلة المادية الإنسان له رئتان دل على أن الهواء خلق قبله البيئة هيأت ثم خلق الإنسان الله سبحانه وتعالى أنا كمسلم أقول الله سبحانه وتعالى سخر هذا العالم كله ومهده تمهيدا بديعا لكي يستقبل الإنسان هذه حقيقة أنا سأنتقل معك من هذا المثال أو هذه الأمثلة الحسية إلى المثال المعنوي الإنسان كما لا يخفى عليكم فيه روح وعقل فإذا نظرنا إلى القانون الذي أشرنا إليه وهو قانون القبل والبعد نسأل إذا كانت الرئتان مثلا وجدت في الإنسان فدلنا ذلك على أنها مسبوقة بالهواء فعلى ما يدلنا وجود العقل والروح في الإنسان يدلنا على ماذا؟ ما الذي سبقها؟ ما الذي سبق وجود العقل والروح في الإنسان؟ لا شك أن الإجابة واحدة وهي عقل أكبر وروح أعظم وقوة قاهرة هي التي أوجدت في الإنسان هذه الأمور التي ليست حسية وإنما هي معنوية العقل والروح أمور منها ما هو معنوي ومنها ما هو غيبي لا شك أن هناك قوة أيضا ليست مادية أيضا قوة غيبية هي التي سبقت وأوجدت هذه الأشياء في الإنسان واسمحوا لي أن أقرأ هذا النص لواحد من علماء الطبيعة الكبار في القرن العشرين واسمه أندرو كونواي إيجي يقول ففي علم وظائف الأعضاء تدل خياشيم الأسماك على أسبقية الماء هذا ما يقول العلم الأسماك لها خياشيم خلقت بخياشيم فدل ذلك على أنها مسبوقة بالماء قانون القبل والبعض كما تدل أجنحة الطيور ورئات الإنسان على أسبقية الهواء وتدل أعين الإنسان على أسبقية الضوء كل دي أمثلة حسية طالما أن الإنسان خلقه الله عز وجل الذي أحسن خلقه وخلق له عيني فهذا دليل على أن قبل خلق الإنسان كان هناك ضوء كما يدل حب الاستطلاع العلمي على أسبقية الوقائع أنا عندما أتأمل في واقعة تاريخية معينة لكي أصل إلى تصورها تصورا حقيقيا يدل ذلك على أن الواقعة قد وقعت قبل هذا التأمل الرجل بدأ ينتقله وكما تدل الحياة على أسبقية القانون الطبيعي اللازم لنشأتها وإنني أتساءل الآن الكلام ده يقول أنظرو كنواني إيجي يقول وإنني أتساءل الآن أفلا يدل التدبر العميق هنا بدأ يحط إيده على أشياء يمارسها الإنسان بقوة ليست حسية ليست بقى العينين وليست الرئتين نحن نتكلم دلوقتي عن أمور معنوية والتفكير الصافي والشجاعة العظمى والواجب الأعظم والإيمان الكبير والحب العميق أقول أفلا يدل كل ذلك على شيء سابق يقول من الحماقة أن نظن أن أعمق الأفكار والعواطف والأعمال التي نشاهدها في الإنسان من الحماقة أن نقول إن هذه الأشياء لا تدل على شيء سابق لأنه بنعمل عملية قياس إذا كنا يعني برهننا الآن على قانون القبل والبعب في الماديات الرئتين والخياشيم والعينين والضوء وكذا فإنه من الحماقة ألا أن نسحب هذا القانون نفسه على الأشياء المعنوية يقول إنها تدل على أسبقية وجود عقل علوي إنها تدل على وجود خالق يتجلى يتجلى هذا الخالق عند أولئك الذين لا يضعون الحواجز في طريق عقولهم عند البحث عن العقل الأسمى أو الخالق الأعلى سبحانه وتعالى إذن هذا الكلام يدلنا على أن العالم الذي سبق بعدم إنما هو مخلوق وإنما الذي خلقه وأنشأه وبرأه هو الله عز وجل ترجمة نانسي قنقر